موسيقى هاد سيدا صاحبتي واختي وعشيرتي يعني عشرة ع 12 عام كانت قلسة معنا عشرين قد روحدة قلسة معنا فإذا بها مشت جيب طرف ديال الخبز مشت عيش لقمة العيش من البحرين مشت المرة اللولو مشت المرة الثانية ومشت المرة الثالثة هاد المرة تنتفاجأ بواحد الخبر بأنها جميلة في نيايا نعصف المستشفى بتنفس طناعي محروقة عندها الحروق ديال درجة الثالثة محروقة 40% عجيزة ديالها كله محروقة ما عرفناش الأسباب كل واحد باش تيقول لك باش تحرقات اللي تحرقات بالعافية اللي تحرقات بتقريبا دابة 12 يوم لتلتاشر يوم باش يوقع لها هاد المشكلة سواحد ما عطانا الخبار تسمعناها غير من تدست عليها شي كاتجو غلسانجو عد سقنا الخبار غير عند الأصدقاء ديالها أما التحد معلمنا نرغمال مخص ملوطة الإعلام ولا اللي خدامين معاها لأنه بقين هزي البوطابل ديال دياله فيديهم هما تيجاوبونا متنصف طلم دي مساج تيقول لك صعبة لا بس على أساس بأنها جميلة تتهضر معنا فإذا بيجا ملا تتهضرش معنا جميلة كومة خمتي جميلة كومة جميلة ناسا ما عقلاش ما تتهضر مع حد ما تتشوف حد جروح خيبة سنعرفوا السبب كل واحد باش يقول لك هاد سيدة باش تحرقات سنعرفوا غير السبب هاد سيدة باش تحرقات والسفارة الدخل باش يصفروا والديها على الأقل يمشي شحد ما تقاش بوحدها مليوحة في البحرين يمشي والديها يمشي بباها مهاختها أي واحد يمشي باش يشوفوا هاد سيدة وحنا تنطلبوا من المسؤولين هنا وتنطلبوا من السفارة وتنطلبوا من جميع الناس رابنت بلادنا هادي وره اختنا عشنوا السبب جميلة باش تحرقات بنا نعرفوا السبب جميلة باش تحرقات لأن لا يعقل باش قاروا غادي حرق جميلة غادي وصلها للحروق ديال الدرجة الثالثة وغادي هذا لا يعقل سيقارة غادي توصل جميلة لهذا لا لا يعقل هي ده بس يدعيشة بتنفس طناعي تمع لما تيقولوا ولكن احيانا تحت مساق الأخبار ممها هنا واختها هنا لا حول القواتين وهي قرام اليوحات ما اخيات احنا نبحث لأي واحد هنا في مدينة اسفيس قنا الخبار للصديقة ما قال لها والمشكلة انا ما اعرفناها تشي تودت للحديث الثالثة ما كل واحد قرأت هنا أخبار السيدة كله يقول يعني يعني عمد حرقوها كله يقول حرقة رأسه محاولة انتحار كله يكون عنده مشكل مع المدير ديال فندق ما بح malf Scout حافظهم ما نحنشب عنه يقعه كيف يقعيها احلي الان في مhetic لا يريد أن ينطلهم تأشيرة في حياتهم مدير الفندق قد تخطير الليل والتي أصدقاء هذا رسم مقعدة خمسة أيام والبارح كان لديهم القارة للطبابة لأنه تأشيرهم في المستشبهات لا يوجد أخياتهم ونحن نقلق هذا المشاركة لن يكون السفارة ونحن نقلق المقابل ونحن ندير لأخياتهم ما يقفون معهم lohi كنت من اولا الشيفاء ونرى الناس الوقف معنا و اتصل الى احد استخدمش من مشاهدة زوارة و ينرى كيفية صفره دارهم و يتخذ المسكن و هو سيدة فم سيدة و كيفية تتخبر لن تسمعها برا و سيدة عندها غير تنفس القرجوطة ليس لا حول لقوتها لان الناس الان و اعرفوهم و خصوصنا هناك سيدة محروقة كاملة لحد هذه الوجهة التي لم يقوموا بغير نص ديالها لكن الوجهة من فوق كله كلها محروقة العنق قرجوتها مكينة يعني السيدة لا حول ولا قواتها إلا بالله ما بي الحياة و ما بي الموت بالتنفس تنايرها ما بي الحياة و ما بي الموت السلام عليكم أخويا جميلة كنا عارف على إنسان طيبة درويشا نعم المعاملة فهمش إني أخلاق طيبة كنا عارف الآن كتبشي 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 في البحرين فندوق هذه المرة الثلاثة كتبشي ما عيد بيناك انتفاشقوا بات الخابر أخودي لأنها تحرقات كيفاشت حرقات الله أعلم كله وش كيقولها فهمشيني كله كيقولها تحرقات بادي 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 المهم من الشي كامل إن السيدة دابها محروقة اللي يعطى الله أعطاه لكن اللي كي طالب ود الناس منهم السيدة مغربية و أنا مغربية يعني شان أخويا و اللي أخوش يقولها بحلاء و كمان بوش يبقى بحلاء و كو فهمشيني خاص تدخل بجبلة السيدة حقها يعرفوا كيفاشت حرقاتش دارهم فهمشيني دارهم محلوش ما عارفين ميديرهم ساكن يعني الناس اللي اللي المسؤولة لها شخصة تدخل و شوفها السيدة كيفاش وقع عليها و يحاولوا قايج يبوها المغرب شان ما تشموش حتى دارهم فهمشيني الناس المسؤولة اللي تخاف معهم أشي لك نطالبو بي أنا من من وجهتنا داره أدوة طالب ديالي فهمشيني راختنا مدام هي مغربية راختنا السيدة برا ما شيتاء في المغرب الناس اللي مكلفة باتشي شوفوا شحل في المسؤولة طيبة و بدجيران و بنتمتواضعة و شنقول يكون السيدة كالتعامل مع الناس كاملين و هاد الشي اللي وقع عليها احنا ما كان بوش اللي وقع عليها او اللي وقع على تل اخواتاتنا و هاد الطريقة اللي يتعاملوا مع في هديك الدولة يعني اي واحد مشتتنا ما غاي نفس ماسي غاي وقع عليها و ما يكون شاشنا هو ماصير ديال الدريت اللي مشوا وتم وقع عليه بحادشي و ما كتحد مدوغ لا جامل الله عمار اظر مشتتقلب على الطرف الخبز الماء صار مهروقة فالعمار تاحة 40 عام و مرضية الوالدين الله عمار اظر قالوا يقولوا العافية حرقها شي واحد الله علم ما كيش يوخبها المدين دا الفندوق يقولوا لي ما هن متكلف دك شي ما كي نتحاجر اشتركوا في القناة